مرحبا صبايا اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على قناعتي هذا الفيديو طبعا متل ما شفتوا بالعنوان رح جرب انا وياكم هاي الفرشاية من ريفلون اللي هي هلا عن جد صارة على الدنيا وين ما بروح الانستغرام بلاقيه وين ما بروح على اليوتيوب على الفيسبوك كل العالم عم تحكي عليها فحبيت اني انا نجربها طبعا كتير بتعرفوا انتو انا منتجات الشعر كتير صعب اني لاقي شيء يعجبني وكتير يعني يا مشاريع منتجات وهلا قبل ما بلش بالفيديو تنستعملوا سبسكرايب القناة وعملوا لايك للفيديو وعملوا شير اذا حبتوا اكتبوا لي تحت بالتعليقات اي اشي بتكوني اياه وتابعوني على الانستغرام لحتى تشوفوا وراء الكوليس وتشوفوني كل يوم يعني هيك حياتي اليومية وبعد كل هذا الحكي يلا خلونا نبليش بخ من هذا الهيت بروتكشن هذا حكيت عليه كتير على قناتي تقريبا احسن احسن منتج لحماية الشعر من الحرارة فراح بخوا هيك على شعري كل ياته احب كتير بخ من على الاطراف شوفوا شعري كتير يعني تعبان صلي زمان كتير ما هتميت فيه ما عملت ماسكات ما عملت اي شي فنعظم نرجع لهي الشغلات بعد ما تركانت ان شاء الله في البيت هارجع للماسكات الطبيعية هاتركوا يعني حوالي خمس دقايق لبين طبعا ما افتح البوكس اللي هو واصلي في الفرشا هشوفوا البوكس ابدا ما مفتح يعني انا اليوم وصلتني واليوم فورا حصور لكم الفيديو يعني انا كتير بتحمسة اني جرب هاي الفرشاية فنفتح البوكس بزاوه هذا هو البوكس شوفوا اي شكل الفرشاية فهي الفرشاية شوفوا انا اشتريتها من امازون متل ما حكينا فبس بتيجي بس هاي القطعة بقلب البوكس وبيجي معه الدفتر كيف استخدامها يعني هاشوفوا في هون كبسة واحدة هي ممكن تنطفية ونخلي الهوى بارد او عالي او واطي بخينا شوف هلا اشلون اوصلها بالكهربا شعري كتير قليل فلما يكون شعري قليل شو بعمل في عندي طريقة كتير سهلة لما بسشوى شعري انا كتير قليل اصلا لاستخدم السشوار دائما الليس وهذا الشي الغلط طبعا لازم حاول دائما نستخدم الشغلات الهوى مو شغلات اللي بتكوي الشعر هربط نص شعري برباطة لا على التعين تدروا تعرفوا انه انا ما عندي خبرة ابدا بالشعر يعني انا الوحيدة بين البنات ما بتعرف تساوي شعرها بس انا طبعا انا جربت هلا يعني من سواني جربت ان اشتغلها فى صوتها كتير عالي فهلا لحقا اكمل الفيديو او علامة اشتركوا في القناة شوفوا نتيجة السشوار طبعا ولاحظت اذا بتكون ياه يفتل من تحت انا ما بفتل شعري من تحت لاني ما بعرف ساوي يفتل من تحت فلاحظت انه كتير بسهولة الهو اللي عم يطلع منا صخن كتير حلو بس كاول استخدام اتوقع فيا ريحة ما حلوة لانه يمكن اول استخدام فنكمل الشعر كله فطبعا اذا لاحظتوا انا اخذت هوني خصلي اعرض شوي لاني انا كتير بياني بسهولة يعني مش هنسترعه فحبيتجرب بيخصلي اعراض كتير كمان نفس النتيجة عطتني من ثلاث مرات تعطيت نفس النتيجة في منن هدولي كانوا يقولوا عليهم انه كتير بيكونوا صخنين لدرجة انه عن جد الشعر بيكون ما بينلميس بس هذا الحكي خطأ هاي شعري انا مو صخن ابدا ابدا ولا في كأنه علي حرارة هاي الفرشاية شوي صخنة بس حتى فيكن تلمسوها وانتو عم تشتغلوا فيها يعني حرارتها مو كتير كتير قوية which is very good فين شعري كتير قليل يعني هو بصير خصل اكتر بس انا بحب للسرعة طبعا بحب ساوي ثلاثة او اربع خصل لاني انا تقريبا تقريبا بتحمم كل يوم اذا مو كل يوم يعني يوم اي يوم اي مستحيل يعني كتير بحاول اني ما تحمم كل يوم شوفوا شعري هذا النكش كلياته بس لاني بتحمم كل يوم لو ما بتحمم كل يوم بيكون شعري كتير صحي وكتير حلو بس لاني بتحمم كل يوم شعري كتير منزوع هذا هو القسم اللي خالص شوفوا ما احلا كتير حلو كتير عجبتني النتيجة خلص هذا حيكون رفيقي ان شاء الله هاي السنة لانه عن جد نتيجته كتير حلوة سعره كتير كتير معقول ابدا ما تخيل تطلع هيك النتيجة يعني صراحة ابدا ابدا بتعرفوا انا منتجات الشعر عندي كتير قليلة وكتير قليلة شي عجبني او شي احكي عنه بس هاد عن جد فضيع وهيك كون وصلت لنهاية الفيديو شوفوا كيف شعري طلع عن جد فضيع بجنة بجنة بس كان عندي اقتراح بسيط صغير انه لو يكون معه فرشاية صغيرة مثلا لما تكون ساول الغرة او اللي عنده طبقات وحابب انه يعمل مثلا دوارات صغيرة بيطلع كان عن جد اختراع فضيع بس انا كتير حبيتها كتير حبيت فكرة انه هيك في بيناتهم شعرات صغيرة بتحمي الشعر انه يتقطع فكتير لقيته حلو كتير سريع احسن من الليس بكم شغلي احسن من هذا الستريتنر يعني بس كأول استخدام كتير حبيتو كتير حلو شوفوا شعري طالع فيه فوليوم يعني طالع هيك منفوش شوي ما له هيك ملزق بالشعر هي كمان من الشغلات المو حلوة بالستريتنر فكتير حبيت النتيجة النهائية انتو كمان اكتبوا لي تحت التعليقات اذا حبيتو قبل ما اخلص الفيديو لا تنستعمل سبسكرايب للقناة ليهو زر الأحماية تحت الفيديو وعملوا لايك كتير كبيرة لهذا الفيديو وعملوا له شير اذا حبيتو طبعا بس بحبكم كتير 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 وان شاء الله بشوفكم الفيديو الجاي باي اشتركوا في القناة